أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استعداد الحكومة الكامل للتعاون مع اتحاد الصناعات وتوفير الأراضي اللازمة واستخراج الترخيص الخاصة بل والرخصة الذهبية لإقامة مصانع توفر ما يتم استيراده وكذا مستلزمات لإنتاج المطلوبة جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي لمناقشة أليات دعم الصناعات المصرية واجدد مدبولي التأكيد على حرص الدولة بكافة أجهزتها على دعم قطاع الصناعة وتقديم ما يمكن من تيسيرات وحوافز معضحا أن جهود الدولة لدعم قطاع الصناعة تتضمن توفير الأراضي الصناعية بحق الانتفاع وكذا اتحت المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على الترخيص ومن ثم إصدار الرخصة الذهبية وتطرق رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى جهود دعم المصدرين وخطة الدولة لزيادة حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار مؤكدا استعداد الحكومة الكاملة لدعم قطاع الصناعة وتقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات مشيرا إلى أن هناك قائمة حاليا بالصناعات التي تحتاجها الدولة ومستلزمات الانتاج المستوردة المطلوبة لتلك الصناعات ترجمة نانسي قنقر